بحضور السيد رئيس اركان الجيش والسيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية باشرت كلية الاركان بمقابلة الضباط المرشحين لدورة الاركان المشتركة الرقم اربعة وثمانين حيث اكد السيد رئيس اركان الجيش على ضرورة اعتماد معايير الدقة والكفاءة للمفاضلة بين المتقدمين من الضباط مشيدا في ذات الوقت بدور رئاسة الجامعة في اعتباد الاسس العلمية الرصينة في اختيار ضباط اكفاء لقبولهم ضمن الدورة بحضور السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وسيد عميد كلية الحرب وعضاء الهيئة التدريسية القى رئيس هيئة التصنيع الحربي الاستاذ البهندس مصطفعات حسن المحاضرة الموسومة هيئة التصنيع العسكري ودورها في العمليات العسكرية على مسامع دارسي دورة الحرب الرقم 26 زار السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية كلية الحرب وحضر سيادته المحاضرة الموسومة ادارة التوقع والاستشراف والتي القاها الاستاذ الدكتور علي فارس من كلية العلوم السياسية جامعة النهرين على مسامع دارسي دورة الحرب الرقم 26 حضر رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطير الرقم الدكتور عقيل مصطفى مهدي مراسم حفل تخرج الدورة الست وستين لطلبة جامعة بغداد للعام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي وعدد من الشخصيات الاكاديمية ورؤساء الجامعات العراقية وعمداء كليات جامعة بغداد تفقد السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الكلية العسكرية احدى تشكيلات الجامعة وكان باستقباله عميد الكلية العسكرية اللواء الرقم أحمد عدنان وزار سيادته فوج الحراسة والحماية التابعة للكلية بإشراف عميد الكلية السيد اللواء قوات خاص الرقم ولد هيلان كاظم وبحضور الهيئة التدريسية وضمن المنهاج التدريبي أجرت كلية القيادة احدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية اختبار مادة التعبية والتنظيم العمليات التعرضية لدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 69 جيم تنفيذا لثوجيهات المراجع والسيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبإشراف عميد كلية القيادة ألقى المنازم ذو الفقار ضياء ضابط إعلام الكلية محاضرته الموسومة حوادث السيرة برعاية السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبحضور المعاون العلمي لرئيس الجامعة وبإشراف مدير مركز الدراسات والبحوث الاسراتيجية ألقى الدكتور باسم خميس خرالة مدير شعبة السياسات الاقتصادية في المركز محاضرته الموسومة إدارة الصراع الروسي الغربي حول أوكرانيا بواسطة الحرب المركبة تناول خلالها محاور عدة منها لمحة تاريخية عن الصراع الروسي الغربي بتوجيه من السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي وضمن سلسلة التعاون العلمي بين جامعة الدفاع والمؤسسات العلمية شارك مدير مركز الدراسات والبحوث الاسراتيجية اللواء البحر الركن المهندس عباس نفتعودة وعدد من باحثي المركز في المؤتمر العلمي الدولي الأول الموسومة المدرك الاستراتيجي للمرجع الأعلى السيد السستاني المنهج العلمي والسلوك القيامي اشتركوا في القناة